السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة كيك خفيفة وتجنل وصفة من غير نشويات هحط كل حاجة في الخلاط من غير اي ديء ولا حاجة وهيطلع لنا الكيك الخفيف ده لا لا استنوا ده مش وصفة واحدة ومناسبة رمضان قريب خلاص كده كل سنة متطيبين هنعمل بديل الكنافة كمان يبقى اول وصفة النهاردة هتكون كيك خفيف في الخلاط من غير المكونات كتير وزي ما احنا شايفين بقى يا ردكو شابين من ريحة اه عايزة بقى لايك كده سريع على الفيديو ونبدأ كده نقول بسم الله واول حاجة هجب معي خلاط وحط فيه ثلاث بضغط الخلاط اللي عندي خلاط نشف خلينا بقى نصلي عنابي في التعليقات عشان ناخد حسنات كتير والفيديو كده يكون خفيف وصريف عليكم هحط كمية السكر الدايت المناسب ليا انا حبطيت حوالي معلقة صغيرة على الثلاث بضغط في الخلاط بعد كده هحط نص معلقة صغيرة من الخل وقترات من الفانيليا السائلة او فانيليا عادية عندي هنا نص كباية من اللوز طب يا سلوى ما عندناش لوز وعايزين نعمل الوصفة نقدر نستعمل السوداني يكون محمص يبقى بديل اللوز السوداني عندي كمان معلقتين كبار من زي جوز الهند وكمان البديل بتاع زي جوز الهند ممكن نستعمل زبدة متدوبة عندي اخر حاجة معلقة صغيرة من البكين بوتر كده يا سلوى حطتي كل مكونات كده خلاص في الخلاط ودخلتي وخلاص اه احنا كده تقريبا خلاص خلصنا المكونات بس تطحن كويس في الخلاط اي خلاط هينفع في الوصفة زي يعني مش محتاجين خلاط قوي ولا ليه مواصفات معينة لا ونخلط في الخلاط لحد ما كل حاجة تتجنس كده حوالي دقيقة او دقتين وبكده خلصنا تعالوا نروح نشغل الفرن على درجة حوالي دقيقة حرارة مية وتمانين الفرن يسخن شوية قبل ما ايه قبل ما دخل في اي وصفة جبت عندي قالب مهم جدا اللي احنا نحط ورق زبدة وندهن ورق الزبدة الناس بتعترض دايما يا سلوى بتحطي ورق زبدة وتدهنيه ايوة للأسف لازم علشان الوصفة ما تلزقش معانا وتديني احسن نتيجة ادهن ورق الزبدة كمين والدهن اي مادة دهنية يعني ما بتفرقش طيب انا دلوقتي خلصت كل الخليط يلا ندخله على الفرن اللي احنا سخناه ويقعد في الفرن حوالي من خمسة وعشرين لتلاتين دقيقة اول ملاقي كده خلاص سطحه بقى آآ آآ ناشف كده معي فخلاص كده هيكون جاهز معي احنا متفقين دايما المقدير هحطها لكم لما ندخل الوصفة في الفرن او يعني هتسوا فمعانا هنا مقدير كيكة الكيتو دايت آآ بثلاث بضاقت ونصف كوباية من اللوز نص معلقة صغيرة من الخل معلقة صغيرة من البيكن باودر كمية سكر الدايت اللي احنا عايزينها والفانيليا معانا معلقتين كبار من زي جوز الهند او زبدة متدوبة وده شكل الكيك ورحته بجنن يا جماعة رحته فظيعة رحته حلوة جدا جال كتير تعليقات يا سلوى عايزين كيك من غير جوز الهند ودي وصفة للناس اللي عايزة كيك من غير جوز الهند انا تقريبا يمكن القنادي كلها اللي فيها ألف ودخلين على ألفين وصفة هو آآ يمكن ثلاث او اربع مرات بس استعملت اللوز ككيك يعني كبديل في الكيك ففي بدايل كتير عملنا مع بعض بالسوداني وعملنا مع بعض باللوز وعملنا مع بعض الجوز الهند وعملنا مع بعض آآ بكل حاجة تنفع للكيتو دايت يعني كل الوصفات هتلاقوها عندكو في عندكو كايموس مع آآ وصفات الكيتو دايت آآ هاسب للكو برضو القايمة دي في صندوق الوصف شايفين بقى الكيك طالع ازاي طبعا هسيبه يبرد بقى شوية كيك خفيف وهاش لزيز جدا جدا مع قبات الشاي ممكن يكون دفترنا ايوة ممكن يعني نص الكيكة دي ممكن تكليها على الفطار في الواجبة الوحدة يعني بدل ما تعود تعملي آآ اي فطار يبقى تكتفي بيها كده كافطار طبعا لزيزة وحلوة جدا لو عايزين نحط معاها آآ بشر البرتقان ينفع طبعا يعني لو احنا كيتو دايت وعايزين نعملها بنكهة برتقان ممكن نحط معاها بشر برتقان مع البيت كده وحنا بنضرب في الخلاط البشر يا جماعة اللي هو الجزء بس آآ ما ناخدش معانا جزء قبيل شايفين بقى عاملة ازاي طبعا تتقطع ممكن نقطعها على سبع قطعة مسلا زريفة جدا يعني متخيلين ممكن تفتري بتلك قطعة حلوين يعني بتلك قطعة كمية كبيرة مش مش قليلة ولكن آآ السعرات الحرية هتكون مناسبة والنشويات قليلة جدا فيها هتكون مناسبة للكيتو مش هتخررت من كيتو لو كانت الكيكة الجميلة دي ودي كانت وصفة الكيكة او لا ازبال لنا ايه برضو نفتحها مع بعض من جوة خلينا بس اقطع على واحدة كمان يعني ممكن تتقطع معانا سبعة او تمن قطعة بالحجم ده خفيفة ورحتة حلوة وزريفة جدا جدا وزي ما اتفقنا فيه بدايل بصوا عاملت زي من جوة هشة معانا وجميلة جدا بحتها يا جماعة ما بتهزرش فيه وصفات كده على طول بتشجعنا ان احنا ممكن نقوم نجربها زي الوصفة دي والوصفة اللي بعد دي الوصفتين اسهل من بعض مكوناتها ان شاء الله تكونوا توفرها معانا كمان بداية والوصفة دي هتجبرك تقوم تجربها فورا وصفة بمكونين بازيلي الكنافة الكيتو دايت واللوكارب ومرض السكر وصفة لذيذة جدا وصفة من غملة شويات مش عارف اقول لكم بقى يا سلام عليها بقى بعد الترويح حاجة كده ترتب ولذيذة وفعلا فعلا يعني متفرقش اي حاجة عن الحلويات بتاعة رمضان وصفة بمكونين اول حاجة هنعمل فيها اللي عاجينا بتاعة الكنافة او بديل يعني تعالوا نجيب اي حلة او طاصة او صنية تعالوا نحط فيها جوز الهند المبشور انا بقى اريكوا ان جوز الهند المبشور اللي هو العادي خالص ولسه ما فتحتش عليها البدجاز ولا حاجة فانا اريزة عامل كمية كبيرة كبيرة كول كبايا بنص من جوز الهند المبشور هنشوف هيحتاج ايه من السقل تعالوا بقى نشغل حراره على حراره متوسطة ونبتدي كده نقلب ونخلي بالنا علشان هي بسرعة بتاخد اللون الاشقر ده اللي هو عارفين اللون المشمشي ده فنخلي بالنا نقلب فيها كده باستمرار طيب انا حسيت ان هي خلاص هتاخد اللون المشمشي ده ولسه مجهزش المكون التاني لقلوه في التلاجة فخلوني اطفي عليها وراح اجيب المكون التاني المكون التاني هيكون نص كوباية من الكريمة يبقى اذا كل كوباية ونص من جوز الهند هتاخد نص كوباية من الكريمة هنقدر نعمل نص الكمية ربع الكمية اي حاجة من الكمية زي ما احنا عايزين طيب وانا مش عايزة برضو احط كونت الكريمة الا ما ايه توصل للون الاشقر اللي هو اللون المشمشي ده بعد كده نحط الكريمة خلونا نزود شوية مية حوالي معلقتين بس مية كده كده كبار مطرح الكريمة ونحطهم على طول على الخليط ده مع التقليب المستمر لحد ما الاقي ان الجوز الهند شرب الكريمة اللي انا حطتها وتحول معانا كده لحبيبات شكلها الى حد ما تبقى شبه الكنافة المستوية حطت دلوقتي فانيليا سائلة ودي مهمة جدا حوالي اربع كطرات اخر حاجة ممكن احطها هي السكر فنستعمل اي نوع سكر مناسب لنظامنا انا مش هقطر ما بحبش السكر كتير فحط معلقة صغيرة من سكر استفيا ونبتدي نقلب كده وانا بقلب انا كده بتاكد ان هي بتنشف لو في حاجة على المعلقة بنزلها وقلبتين وصفة النهاردة الريحة بقى الريحة الجنن تجنن تجنن منها على طول يعني وده حصل على فكرة طيب انا كده هو خلاص قلبت ونخلي بالنا برضو ان احنا مش عايزين نغمى لحد اللون المشمشي الجميل ده تتلسع بقى معانا وتطلع يتغير بقى الطعم خالص تفيد دلوقتي بصوا كده نسبها بقى تبرد بديل الكنافة وصفة جميلة جدا جدا وعلى فكرة بقى احنا ممكن نعمل كده ونعمل بقى افكار كتير جدا النهاردة هعمل ابسط حاجة يعني اجيب شوية كريمة واخليها كنافة بالكريمة في وصفات اخرى ان شاء الله وزروفك اتصادية اخرى اجيب حاجة تانية وايه ونعمل برضو اه افكار كتير بالكنافة طبعا الكنافة مكسرة الدنيا في رمضان واحنا برضو ممكن نكسر الدنيا عادي واحنا بنعمل كيتو دايتي فحطيت الكريمة وحطيت عليها فانيليا سائلة وبردو كمية بسيطة قوي من السكر على حسب الزوء وعلى حسب الرغبة دايما بقول ان السكر هيكون على حسب الزوء الكريمة الكريمة الخافك عمتا كل ما بتكون نوحة اه تكون نوحة اه تكون ما فيها زيوت نباتية وتكون اه طبعية وكده ما بتاخد وقت شوية في الخافك غير الكريمة اللي هي بتكون اه مليلة زيوت نباتية تلاقوها كده زادت كده مرة واحدة اه وانا حاولت اعمل الخطوة دي لأ بس ما نفعتش اقع نقلب ال اه اللي بتاع اللي احنا بنعمل فيه اللي حسن هتقع كلها انتو فاكرين دايما انا بعمل خطوة دي ببيضة البيض لكن في الكريمة الخطوة دي هتقع وتزحلق معنا خلينا بقى نحطها في اي كيس كده علشان يبقى سهل علينا ان احنا نوزحها في قب اللي احنا هنحطها فيه كبيات بقى دي من احلى الحاجات اللي ممكن تكون عندنا التقدمات في رمضان وبغطى كده يا سلام حاجة فمتها الشياكة وبرضو كميتها مش كتير يعني ايه برضو علشان السعرات هي برضو سعراتها اكده تكون عالية لان كريمة وآآ جوز هند بس كلها طبيعية وجميلة ومفيدة جدا جدا تعالوا نحط طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة كده طيب لو عايزين نحط اي حاجة تانية غير كده قلنا ينفع ممكن نحط على وش شوية مكسرات ممكن نتحن بندق مسلا ونحط آآ آآ لوز زي ما احنا حبيه بس انا حب النهار دا الوصفة تكون من غير بقى مفسرات يعني حاجة كده ايه خفيفة كده وسقعة يعني نسقحها يبقى مهم جدا ان احنا نسقحها وصفة لازيزة جدا احلى حاجة فيها ان هي كده بترتب علينا كده بعد التراويح كده يا سلام مع كوباية الشاي او اي كوباية عايزين نشربها حاجة يعني دي بتكون جميلة جدا حلويات آآ مناسبة للكيتو ومن غير ناشويات لزيزة شكلها حلو طعمها حلو والاهم لازم تقوم تجربوها لانها سهلة وصحية وجميلة جدا اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني ومع السلامة. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر